تعال خلى خبزك تعال شوف اني مو خبير بناء ولا خبير قطارات ولا هذا يفتهم بيهن تمام حتى اكون منصف اني مو خبير ولا افتهم ولا هذا يفتهم بيهن تمام وهذا مستشار السوداني زين اشلون حتش علي مستشار السوداني لانه اني فضحتهم وحتشيت بموضوع المترو بغداد انطيني الاشقال تم تدقيق على هذه الشركة مئة بالمئة ولم يكن هناك اي شائبة ونحن على شفافية كاملة مستعدين نعرض كل الاوراق الموجودة انا لا ادافع انا ليس في موقع دفاع ولكن انا اظهر الحقيقة ان ما تم تداوله في الاعلام عن طريق شخص او شخصين اثاروا هذه الضجة هم كانوا مخطئين ومغرضين يقصد شخص او شخصين عساس ديته المشاهد تعال 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 اشوف الناساني انتو تشذابين انا رح اسألك سؤال واسأل كل العراقيين مترو بشرفكم بشرفكم دا يعيدون بس ينفخون السوداني مترو يصير بتسوح تشهر احد يعقله زين احنا بالصيف دا نشكي من الكهرباء مو صح كلامي لو غلط عمي كلامي بيه غلط احنا الصيف كله نبتشي والبارحة طلع هذا المسخم اللي عنده شقة ناطق الإعلامي بوزارة الكهرباء احمد اللي عنده شقة بقوجة العراق مشتريها لصاحبته تمام البارحة طلع سأله قال لها استعديتوا للصيف على الأبواب لو لا قال لها شو نستعد نحمي مثلا ينكت برأس يحمي تمام انا رح اقول لكم اتشذب احنا الصيف كله بدون كهرباء والمترو على الكهرباء اش قد يحتاج للمترو هذا كهرباء زين تعتقد انت مترو تحت الأرض في بغداد اللي هي احنا اصلا يصيحولها بغداد نزيزة يعني أرض رخوة تعتقدون مترو يصير بعشر تشهر هذا يتشذب على العراقين يقولون مترو راح يصير بعشر تشهر هاي اش وقت راح تحفرون اش وقت تطمون اش وقت تمشون اش وقت تجيبون القطار عمي هو بس اعضاء القطار اذا تريد تيجي يغادلها عشر تشهر لك هي مالك لاوات زين لك هم يقولون لك هو الحد الان هذا لقى لك هم يقول تحت الارض وساعة يقولون فوق السماء لك مواضل مواضل بس يقولون مترو فضائي بحيث يطلع من البعثة يمر بالقمر وينزل بالكاظمية هيش يقولون لك اليابان ما نسوي هذا المترو قطيني بالله الفيديو اللي وراه انا على المكوغف لأقرع هذا المترو شغل لي وقرب للتنفيذ بعد ان اطلق رئيس الوزراء محمد الشاعة السوداني عن قصة الاستثمارية لهذا المشروع العملاق لتتنافس كبرى الشركات العالمية على انتهاز الفرصة للنهوض بالبنى التحتية للبلد مشروع مترو بغداد ووفق حديث السودانية تكون من سبعة خطوط واربع عشرة محطة طرقية متوزعة بين مناطق العلاوي والشعب وساحة الطيران والبلديات والكاظمية ومطار بغداد والدورة وساحة ميسلون والزعفرانية وساحة عدن والبيع والقادسية ويمر في مسارات متعددة وبطاقة نقل استيعابية تصل إلى ثلاثة ملايين راكب يومياً ويغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد وسيتم اعتماد القطارات من النوع السريع بسرعة تقدر بـ 80 إلى 140 كيلو متر بالساعة بنظام مترو رقمي مؤتمة يعملوا بالطاقة الكهربائية وبدون اغف اغف اش قال؟ قال بالطاقة الكهربائية امن يانا تجيب طاقة كهربائية من نمك؟ امن يانا تجيب طاقة كهربائية وإحنا للبيوت ما عندنا وكل هذا الحشي دي يقشمرون العالم يريدون يوصلون السوداني إلى يوم الانتخابات بحيث الناس تروح تنتخب حكومة الإطار حكومة السوداني ويصف قولها يقولولها أنت تريدين تسوين وتسوين وتسوين بالعافية عليكم بالعافية عليكم حكومات تشذب قرة عين العراقيين يبنون مجمع بـ 75 مليار دولار اللي ماكوا حتى باليابان ما مبني هيكي مجمع بربع هذا السعر